السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله توجههم لله رب العالمين فربنا سبحانه وتعالى خلق اول ما خلق ادم فوق الارض وبعد مرور عشرة قرون عشرة قرون ستتبدل الاوضاع سوف يصير هناك شرك وفساد وظلم وطغيان بين البشر فسوف يبعث الله تعالى اول الرسل وهو نوح عليه السلام كان قبله ادريس شيت كان نبيا لكن اول الرسل من اولي العزم هو سيدنا نوح وفرق بين النبي والرسول لان الرسول يأتي برسالة جديدة مجددة فيها مقاصد عليا قوية ويلعب دورا كبيرا في الاصلاح الاجتماعي وفي الاصلاح السياسي وفي الاصلاح العقدي سيدنا نوح كما يخبر اهل التفسير بان الناس كلهم بين نوح وادم عشرة قرون الناس كانوا على شريعة من الحق كانوا على الايمان واليقين فاختلفوا اختلفوا ومن تم سار الصراع ومن قال ربنا عز وجل كان الناس امة واحدة فاختلفوا فكيف وقع هذا الاختلاف حتى تحدث ربنا عن نزول نوح ومدى صنع وكيف تحمل المشاق وكيف دارت موجة الصراع بين الحق والباطل في سالف الزمان قبل نوح عليه السلام بين ادم وشيت ادريس عليه السلام الناس كانوا مؤمنين لانهم كانوا قريبين من نزولهم من الجنة الى الارض كانوا بين ابيهم ادم كان هناك الايمان معروف ما كان هناك الحاد ولا كان هناك تشكيك في الدين ولا كان هناك الجدل في العقائد ولا كان هناك الشرك لم يكن شيء المجتمع الاول كان مؤمنا صادقا ليس كما يدعي داروين في نظريته حول الاحياء داروين يعتقد بان البشر كانوا قراضة ثم تطوروا عبر الزمن وصاروا يرتقون الى ان صاروا الى هذه الصورة الاخيرة نظرة التطور والارتقاء عند داروين وهي معروفة عند العلماء بانها نظرية بعيدة عن العلم الكتب الدينية سواء القرآن الكريم او الانجيل او الثورات قبل ان يطالهم التحريف ما الذي كان فيه يقرر بان الناس كانوا مؤمنين صادقين في اول البشرية كانوا على العقيدة وعلى الايمان وعلى اليقين النموذج المثالي وكانوا يعبدون الله وحده لا شريك له وكانوا يعتقدون بالمعاد هناك البعث وهناك النشور والناس كانوا يتنافسون في الخيرات وكان من بينهم صلحاء في اول البشرية كان هناك صلحاء هؤلاء الصلحاء يقدمون الاياد البيضاء للناس معروفين بالحكمة معروفين بالعطاء معروفين بانهم يصلحون ما فسد بين الناس وكلمتهم كانت معتبرة لكن بعد عمر طويل ماتوا فاراد الناس ان يخلدوا ذكرهم تخليد الذكريات امر مباح زعيم سياسي زعيم اصلاحي رجل فاضل صاحب رأي اذا مات لا بأس ان نخلد ذكره نقيم حفل تأبين او حفل ترحم ونتذكر خصانه وصفاته هذا امر مطلوب وذكرهم بأيام الله لكن هؤلاء الناس تسرب اليهم ابليس فقال اصنعوا لهم تمثيل صنعوا لكل كبير وعظيم ورئيس تمتال وهؤلاء التمثيل كانوا في الاول للعبرة والاتعاض ولكن فيما بعد سوف يتطور الامر ومضى زمان وزمان وتوالت اجيال واجيال وبدأوا يقدسون هذه التمثيل يقفون امامها خاشعين يقفون امامها متبتلين فالاجيال اللحقة بدأت تقدسها ثم صار هناك تجار للدين المحرف وبدأوا ينسجون اساطير حول هذه التمثيل ويقدمون القربين ويشعلون البخور ومن ثم الناس صاروا يتعبدون هذه التمثيل وهؤلاء ربنا ذكرهم فقال وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر هؤلاء اسماء لشخصيات عظيمة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا من القبراء من الرؤساء من العظماء وجعلوهم رمزا لهذه التمثيل ولكن فيما بعد صاروا يخضعون امام هذه التمثيل فشرعوا يعبدونها ويقولون انها اله يجب السجد لها والخضوع امامها ونحتكم لشريعتها البشرية اراد الحق عز وجل ان تكون على السرط المستقيم فبعث اليهم اول رسول في تاريخ البشرية وهو سيدنا نوح بعثهم ليرشدهم الى الطريق وينهاهم عن عبادة الاصمام فاول ما دعا اليه نوح عليه السلام وكان عمره ان ذاك قيل اربعين سنة حينما بعثه الله كان عمر نوح عليه السلام اربعين سنة وهكذا جميع الانبياء وجميع المرسلين يبدأون في سن الاربعين بخلاف الرياضيين ونجوم كرة القدم يعني عند الاربعين يتوقفون يفل نجمهم اما علماء الدين والاصلاح فيبدأون بعد الاربعين سيدنا نوح ربنا صنعه على عينه ووصفه بانه كان كان كثير الشكر وصفه بالعبد الشكور فقال الله تعالى انه كان عبدا شكورا سيدنا نوح لماذا ربنا وصفه بانه كان عبدا شكورا قيل انه كان لا يأكل طعاما ولا يلبس لباسا الا وحمد الله عليه وشكره كان كثير الشكر ثم انه كان كباقي الانبياء يأكل من كسب يديه لا يمد يده للعطاء كان يعمل روي انه كان يحترف النجار كان نجارا ومن ثم بعد الاربعين ربنا اكرمه بالنبوة وبالرسالة فانتصب خطيبا في قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هذه اول دعوة وهي اخر دعوة فالبشرية كلها جاءت لعبادة الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد فكل ما في الوجود من انظمة ومن سياسات ومن استراتيجيات كلها وسائل للعيش مجرد وسائل لتبسيط العيش اما المقصد الاسمع للوجود وهو عبادة الحق رب رب العالمين مالك مالك الملك خلق العبيد للعبادة فقال يا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره واستمر سيدنا نوح يدعوهم مدة طويلة قيل سنين وسنين وسنين واستعمل جميع السبل وجميع الطرق للإقناع مرة بالسر مرة بالجهر فكانت هناك الدعوة السرية ثم بعدها جاءت الدعوة الجهرية كل نبي الا وعنده دعوة سرية ودعوة جهرية كما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار الارقم ابن ابي الارقم واستعمل اسليب الإقناع بالعقل بالمنطق بالحكمة وخاطب العطفة وخاطب الفؤاد ولكن الغريب ان قومه هؤلاء صاروا متشبتين بعقائد فاسدة وصاروا لوبيات لوبيات عندهم انظمة اقتصادية وعندهم انظمة سياسية فيما بينهم يتعاونون لطمس كل صاحب رأي وكل صاحب فكرة نورانية يقمعونه ويسكتونه فسيدنا نوح اعطاه الله صوتا جهوريا واعطاه الله قوة في الإقناع وحاول معهم مع رؤسائهم وكبرائهم لكن كذبوه وسخروا منه بل واتهموه بالجنون ونفس الواقع وقع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع مشرك مكة سيدنا محمد كان يعاني من ضيق الصدر بسبب اتهامه بالجنون وكأن ربنا عز وجل يقول له يا محمد لست وحدك من اتهم بالجنون فهؤلاء انبياء رسل قبلك اتهموا بذلك ثم لما بقي سيدنا نوح صامدا هددوه بالضرب وهددوه بالقتل بل هددوه بالرجم وقالوا لئن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين لكن سيدنا نوح عنده صدق الإيمان واليقين لم يبالي بتهديدهم فواصل دعوته التي لم يهدأ في تبلغها وكان ربنا يقول يا محمد خد خد نوح قدوه انظر ما الذي وقع له رجموه واتهموه بالجنون ومع ذلك استمر استمر وبقي نوح عليه السلام قيل قيل سنين طويلة سنين طويلة جدا دائما يتعرض للسخرية يتعرض للاستهزاء يتعرض للتسفير وكان يطلب منهم بكل أدب واحترام أن يؤمن بربهم وكان يشكو إلى ربه لما يضيق صدره يتوجه إلى ربه وهذا تعليم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إذا شعرت بأنك بأنك مغلوب وشعرت بأنك منكسر توجه إلى ربك بالشكوى لا تشكو إلى الخلق إياك أن تذهب إلى الخلق وتشكو إليهم همك فالخلق كل له همه أشكو إلى الخالق هذا فعل نوح عليه السلام قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذه شكوى نوح لربه يقول دعوتهم ليلا ونهارا لم يكن سيدنا نوح ينام وهذه الرسالة لسيدنا محمد سيدنا محمد أول من نزل عليه بعد إقرأ قال يا أيها المدثر قم قم فأنذر فكان يقوم النهار سيدنا النبي وأراد أن ينام الليل فقال له يا أيها المزمل قم الليل فكذا سيدنا محمد يقوم بالليل والنهار أهل 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 الإيمان وأهل الرسالات يعملون بالليل والنهار فنوح قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا لكن مع كل هذا جميع الوسائل استعملها لم يزدهم دعائي إلا فرارا فر منه وهذا كلام نحن نرفضه وهذا كلام قديم وكلام يبعث على الإشمئزاز نحن بأن الحدات وما بعد الحدات يظن البعض بأنها أفكار معاصرة حتى أهدو نوح في ذلك الزمن الغابر اعتبروا نوح بأنه جاء بتقاليد وعادات غبية ورموه بالخرافة ورموه بالفكر الماضوي بل سيدنا نوح يشكر ربه ويقول إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يضعون أصبع واحد هدفه مجاز كل الأصابع يضعونها في آذانهم لكي لا يسمعوا أي خطاب واستخشوا ثيابهم كأن عندهم تياب فوق رؤوسهم يغطون به وجوههم ويغطون به آذانهم وأبصرهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وسيد النوح كان يدعوهم مر بالجهر ومر بالسر ثم إني دعوتهم شهارا ثم إني أعلنت لهم وأصرت لهم إسرارا مر بالجهر مر بالسر مر بالرمز مر بالتوضيح مر بالإجاز وكان يركز على طلب الاستغفار فرغم أنهم مدنبين رغم أنهم قتل وسفكت دماء قال استغفروا ربكم عسى أن يغفر لكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ووعدهم بالحياة الجميلة بالحياة الرغينة الناس يحبون الدنيا رغم أن هناك الجنة والآخرة هناك من يزهد في الجنة ويزهد في الآخرة ويريد فقط الدنيا الأرض يقول أريد حقي هنا أولا فسيدا نوح بشرهم بأن ربنا سوف يكرمهم في الدنيا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا خيرات كثيرة ما لكم لا ترزون لله وقارا انظروا أنتم كنتم أجنى ثم صرتم أطفال ثم يافعين ثم كبار ربنا خلاقهم أطوارا رغم كل هذا بقي أهل نوح يصهرون منه ويستهزئونه ويسفهون رأيه لكن لما يأس بعد أن هددوه بالقتل وآدوه وآدو من معه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة